ازايكم يا حبايب اخباركم ايه يا رب اكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا نهاردة هنعمل مع بعض البرسيل الامر اللي انت شايفها دوت حاجة كده ريحة روعة آآ يقضي على اصعب البقع هيخلي الغسيل بتاعك ينور وجديد من تاني عملنا بمكونات بسيطة جدا كمية كبيرة زي ما انت شايفها يعني يحتبر مما فيش حرفي املي بيتك برسيل بمكونات بسيطة جدا عايزة ترقب التفصيل لايقات بقى بسرعة ويلا بينا نشوف عملنا ايه على ايه لايكو يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل اخواتي وحبيبي وكل محبين وصفات رهيبة مع رشا اخبركم ايه عمرات يا رب تكونوا بخير دايما وبصحة وسعادة وهنا لو اول مرة تشوفينا يا امر ما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان تشوفي كل جديد وما تنسيش ان احنا عملين ملف هنا على القناة اسمه ملف تعليم المنظفات في كل وصفات الصابون والبرسيل والشامبوهات وكل اللي نفسك فيه هتلاقيه على ملف تعليم المنظفات داوه لو اعاوز اكتبيه بسرعة تحت في التعليقات ابعته لك النهاردة بقى يا امرات هنعمل مع بعض البرسيل بطريقة تحفة جدا حاجة كده رهيبة هتخلي الهدون بتاعتك تنور من تاني اول مكوم معي وهو امرات الصابون اللي احنا عملناها سوا وهي صابونة الفحم كلمنا عن صابونة الفحم وقلنا ان هي من الحاجات التحفة جدا اللي لو انت خدتيها غسلت بها حلل اوباء او رخام او سراميك هتخليه معاك ينور وفي نفس الوقت هناخدها النهاردة هنشغلها كبرسيل جل طريقة صابون الفحمة تلاقيها عندك على القناة اكتبي لي تحت في التعليقات ابعتهلك لو انت لسه ما عملتهاش على القال اللي عملكم بقى زي ما احنا عملنا طلعي 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 طلع سابونات هينبو اديكي ورجلكي طب انا يا رشا ما عملتش الصابونة وعندي نوع صابون بلدي عادي مفيش مشكلة وديها برضو بشوريها بالمنزر ده وتعالي معايا نكمل بقية الخطوات اللي احنا هنعملها يبقى انا جيب صابونة بشورها ناعم سواء اللي هي بالفحمة او صابونة عادي وهنروح البتجاز ونسخن لترة او لتريم مية ونحط فيهم الصابونة تمام كده تمام كده سقطنا هنا يا قلب الصابونة كده زي ما انت شايفها بالمنزر دوت في لتريم من المية هنقلب بقى كده بالراحة زي ما احنا متعودين بندوب بقى كل المحتويات بتاعة الصابونة عايزة تحط مية عادية وبعد كده تحط الصابونة وتشغلي عليها ما فيش مشكلة عايزة تعمل زي ما انا عملت مية مغلية وسقطي فيها الصابونة برضو ما فيش مشكلة كده ينفع وكده ينفع بتوطي عادية وايديك فيه طبعا لحد لما كل دوت يدوب تماما كل الذهت شافة زي فتافيت ده يدوب معانا تماما تمام كده اماراتي طبعا لو انت مش عاوزة الخطوة بتاعت انك انت ترفع على البتوغاز زي مورتلكو قبل كده ما فيش مشكلة بتجيب طبق بلاستيك فيه مية مغلية وبالمدرب بتعملية برضو هتطلع معاك جل زي الفل تمام واحدة واحدة زي ما احنا متعودين هتلاقي ايه زي كل الفتافيت دي كده راحت تمام هنقلب بحتزر عن بشاعة الصوت يا جماعة عشان عندي برضو وانتوا عارفين هندي للتقليبة الناس اللي انضمت جديد للقناة عمديني بفترة لفاتي الحاجات كده امر يا جماعة عملنا زيت الجدائر وعملنا كريم الجدائر عملنا شامبو طحفة كده زي اللي احنا بنشتريه من بره بالزبط اسمه شامبو التخمير وعملنا تركيبات كده صابون بلدي حاجة رهيبة جدا اللي عاوزة حاجة من دول تكتبلي بسرعة في التعليقات وملف الصيدلية يا اخواننا كله اسماء كريمات وادوية رخيصة جدا وكفاية اللي عايزة ملف الصيدلية برضو تكتبلي في التعليقات زي ما انت شايفة كده يحتبر زي داب معانا برضو سواني كده بقت ششوف يا جماعة لا لسه في حيطة بسيطة برضو ادينا في حاول الدويبي كله على النار قبل ما تمشي بحيص ما يجيش بعد كده يغلبك ان هو يدوب تمام نعمل كده لسه سنة زي ما قلت لكم الحركة دي كويسر الناس اللي بتقول احنا مش عاوزين نضرب حاجة بالمضرب عايزين حاجة سريعة عشان كبار السن فعل بتجاز هنا مش هتكلفك حاجة ده انت اصلا لو حطيتي وطيتي عليها ورجتي بكمان ربع ساعة لا بقت زال فل تمام كده الامارات هنتي له تقليبا كده يستهلي زي الفل لهوت مفيش اي تكتلات مفيش اي حتة فيه تمام هنضف النار بقى في الخطوة دية طوية نروح بعيد نجيك طبق بلاستيك ونكمل بقية الوصفة مع بعض تمام كده اهو كل المكونات دخلت في بعضها طيب يا راشد الوقتي مسلا لو انا بقى معندي الصبونة فحم تمام وشغلا معاك الوصفة والصبونة خلاص دابت معي بالمنظر دوت اعمل ايه لو انتي هتاخد الوصفة دي هتشغليها ملابس غوامق وهتشغليها ملابس اه اسود يرجع لك الاسود تاني كده كأنك لسه مشترياة والغوامق القحلي والكلام دوت والرصاصي والكلام ده هتحطي هنا معلقة من الفحم المضحون معلقة صغيرة تمام يبقى لو انتي هتشغل الوصفة تاني كده كده ك دي كبرسيل بلاك للغوامق هتحطي هنا معلقة صغيرة من الفحم المضحون لأ يا راشد انا هاخدها هشغلها اللي هو وصفة عادية البرسيل لكل الالوان يبقى خلاص ما فيش مشكلة مش هتحطي هنا الفحم تمام يبقى لو انتي هتشغلي غوامق هتحطي معلقة صغيرة من الفحم لو انتي مش عاملة الصبونة يعني لأ ده انا هشغلها عادية يبقى انت حضرتك ما تحطيش فحم وهتقفدي وتكملي معي برضو باقي الخطوات وارجعنا تاني حبايب قلبي جبت بقى المحتويات اللي في الحل اه هحطها هنا ستها لما بردت شوية مش بخطري يا جماعة عشان ننتي صحيو تمام حلو كده طيب هنزل عليها بايه بقى لو انتي غسلتك بابها من فوق يا غالية او غسلت اطفال او هتخسلي على ايدك فعايز رغوة بتحطي شوية من السكر بيعلم عاكي الرغوة والسكر مش مجرد ان بيعلم رغوة فقط لا ده السكر كمان اتكلمنا عنه قبل كده ان لو في حاجة شديدة الاتساخ جدا بيطلع هالك زي ما اتكلمنا ان في تركيا لازم بيخسله الستير بالسكر تمام كده تمام كده هنحط شوية من السكر وهحط شوية من الملح علشان خاطر يدي الخليط ده كده زي شفافية اشتا كده اشتا كده هنزل على المكونات دي بايه هنزل يا روح قلبي بشوية من مية الاكسوجين تمحنا يا رشا كنا حطينا على السابونة مية اكسوجين حطي شوية كمان لان احنا كل اللي احنا حطناه على ثلاث سابونات كم معلقة واحدة فانا هنحط كمان معلقة هنا عشان لو الهدوم شديدة الاتساخ تمام كده تبقى معي زي الفل مية الاكسوجين 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 بيحدشر جنبت الجنب من اي صيدلية زي ما قلت لك بتكفيك فترة طويلة ورهيبة بقى في السيراميكس رهيبة في اله هتغسري بقى حلال اباق هدوم حاجة كده معاك روح تمام كده تمام كده تمام كده عاوزة بقى حاجة رحتها حلوة يعني انا دلوقتي دوت مفروض ان مسحوق غسير فعاوزة اخلي رحته حلوة هنا يا قلبي قدامك بديل من البديلين بص كده بص احنا لما حطنا الملح والسكر هتحس ان هو القوام عمال ايه زي ما احنا عارفين الملح بيتقل القوام بتاعه شوية بصي ولسه كمان بيطلع دخنة فكل ما يقلق كل ما هتقلبي وكل ما يبرج كل ما هيتقل استاني بس ايزا ورهيلك كده عشان لما الناس تلاقي القوام بتاع الحاجة خفيف حبة ملح زي اللي احنا حطناهم اهو طبعا بقى كل ما ايدك فيه كل ما هيتقل اكتر تمام قدامك حل من اللي اتنين يعطروا لك الوصفة ديت الا وهي انك انت هتروح تجيب شوية اصنص بيبقى زي الشفافة كده بالمنظر ده بالخوخ وبالطفاح وبالفراولة وبحاجة كده امر تمام من عند العطارة او محل مستلزمات الحلواني هناخد منه مثلا كده بمقدار شوية صغيرين اشتا جده تمام تمام طب انا يا رشا معرفت شوصل للاسنص انا في حتة جزر الامر هو ما عنديش اسنص بتجيبيلي يا قلبي كيس من دوت ولا كسين من اللوت برسيل جيل اللي باللافندر ده تحطيهم هنا يعطروا لك الوصفة اكتر تمام كده تمام كده ما عنديش برسيل جيل هاتي كباية من الدوني حطيها هنا علشان برضو تعطر معاك اكتر واكتر حلو كده طب يا رشا معلدي معطر بتاع ارضيات مش عارف اسمه ماركت ايه كده حاجة زي اللي هو نظام فردال قبل كده لو عندك نوع ما جربتوش بلاش لخطري وتحطيه هنا عشان ممكن لو حطتيه هنا تلاقي كل ده فصل معاك طب انا عاوز استخدمه للهدوم يبقى تحطيه في الغسالة مباشرة وانت بتخسديه تمام كده يا قلبي يعني مسلا دلوقتي انا هاخصل هاخد كباية من دوت اروح حط عليها شوية المعطر وحطه في الغسالة لكن ما جيش في الخليط واروح عامل اختبار للمعطر اللي انا جايبا فابص اراقي كل ده فصل معي تمام كده تمام كده احنا حطينا مي توكسوجينة حطينا المعطر بتاعنا حطينا السكر حطينا الملح هيجي بقى الخطوة الاخيرة هيجي بقى الخطوة اللي بعد كده الا وهي ان احنا عايزين كيس من البرسيل الجل فجالي سؤال حلوة اوض بتقول لي يا رشاو احنا لازم نشتري برسيل جل هو احنا ما ينفحش نحط نوع برسيل جل انه كل احنا عاملينه على القناة ينفح ضد اي نوع برسيل جل اللي لو انت عندك نوع نظيف كده وامر وعمله كده بزمه تمام ممكن تاخدي منه كباية زي ده كده بصي بقى دعونا انا استمتع بالامر ده شفتي تاخدي منه كباية بالمنظر ده كده وتنزلي هنا على الخليط الامر دوت طريقته على القناة لو انت عاوزها اكتبيلي بسرعة في التعليقات لابع تهاريك بصي تقير وزي العسل او لو انت عاملة في البيض خدي منه كباية زي اللي انا حطيتها دي بمقدار نوس كيلو مثلا كباية كبيرة مش موج شايف تمام وحطيها بصي العسل لوحة فنية يا اخوان لوحة فنية بعنوان الطعامة دي هنقلف كده يا جميلو يا بقى لو انت عاملة برسيل هتحطي مش حتى هتجيبي من عند الراجل كده وتروحي حطيه هنا تمام هنقلب بقى كويس طبعا تقيل 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 يعني عاوز مية تاني مش كلا ان انا بموت في الحاجة التقيلة من ناحية انها ما تفدش مكان دي حاجة وحسة مركزة الصراحة برضو يعني تمام والمكان اهم حاجة عندي والله برضو تمام كده اهو يا امراتي زمانتم شايفين امراتي زمانتم شايفين مفيش احلى ولا اجمل من كده تاني صراحة هو عايز مية لا انا هجيب له مية لانه هو محتاج مية هجيب ازيزة مية ورجع لكم تاني بص كده يا قلبي هنحط شوية مية انت عايزة توقف القوام لحد كده براحتك خالص ده في ايدك وده في ايدك تمام بس هو عشان تبقى عارفة كل ما هيقعد كل ما هيتقل معيك ويرم معيك كمية اهو لان زي ما انتم عارفين لسه اصلا الخليط سخد معانا تمام يبقى لو حضرتك هتشغال الخليط دوت لغسالة بابها من فوق هتحط سكر غسالة بابها من تحت هتشيل السكر وتحط مكانه شوية من ملح اللمون تمام كده يا امراتي تمام كده لو انت هتحطي بقى فحم جديد بصابونة يبقى ديد الغوامق فقط لا غير تمام لا مفيش فحم واشتغلت بصابونة عادية ومشيت نفس الخطوات مفيش مشكلة للالوان والكل كده حلو جدا هنددله التقليبة طبعا زي ما انت شايفة كده يا قلبي القوام بتاعه ما شاء الله حاجة كده مزيكة تمام تحفة جدا عايزة تقلي عن كده بقى طبعا في ايدك بتقليل بمية عايزة تخفف براحتك بردو بس كده القوام تحفة جدا طبعا كل ما هنسيبه كل ما هيتقل كل ما هيزداد شفافية كل ما لنا هيبقى روعة اكتر زي ما احنا متعودين تعالي برده ووريكي الشكل بدل ما تشتري من بره اهو ايه رأيك حاجة كده مفيش احلى ولا اجمل من كده تاني ولا استخدمنا بطاس ولا استخدمنا زيت وشفافية ما بعدها شفافية كوباية من دي كفيلة ان تخليلك الاسود بتاعك يرجع يزغرت من تاني مزنش بقى محتاج ان انا اركنه تاني وارجع فرقه عليه الصراحة هو كده هو الصراحة بيتكلم عن نفسه مش محتاج ان انا اركنه وارجع تاني اصوره هو كده امر الامرات وعسل العسولات اللي عايز املف المنظفات تكتبلي في التعليقات تبعته لها لا تنسوش اللايك على الامر دوت واختموا الفيديو بالصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته